بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأخوة الكرام ومرحبا بكم إلى فقرة جديدة من فقرات تعلم لغة فرنسية مع كتاب بيالليغ نتعرف لغة فرنسية كتاب بيالليغ وفي هذه المستعددات كتاب بيالليغ كم يرحب كم يرحب لا شيئاً فقط كم يرحب كم يرحب كم يرحب كم كم Lili رقل Après On a vu Des mots Avec Ce Qui se prononce Co Comme Exemple Coco Rico Coco Rico Une Copie Après On a vu Des mots Avec Ce A Comme Exemple Un canard La Capitale La Capitale Ensuite On a déjà vu Des mots Avec Qui 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 Par Exemple Deux kilomètres Deux kilomètres Ensuite Trois kilos Trois kilos Et enfin On a déjà vu Un mot Avec Ka Comme Exemple Kaki Une Kilote Kaki Une Kilote Kaki Aujourd'hui Nous allons Continuer Avec Ce paragraphe Nous prenons Tout d'abord Les mots Avec Ar Ar Comme Exemple Le Car Le Car Le Car Le mot Car Comme Nous le Voyons Comprend La Syllabe Ar Après On a La Barbe La Barbe La Barbe La Barbe Aussi Comprend Ar La Barbe Comprend Ar On a Déjà Vu La Barbe C'est Quoi La Barbe La Barbe C'est Celle-ci Comme Nous le Voyons On Parle Du Parti Du Visage Au Pouce Des Cheveux Après On a Le Bivar Le Bivar Le Bivar Et On a Déjà Vu Le Papier Bivar Le Papier Bivar Après On a Des Mots Avec Or Ensuite On a Des Mots Avec Or Comme Exemple Le Borg Le Borg Et On a Des Genib Ou Taref On a Des Taref Nar Ou Des Des Nar Nus Semiha Le Borg Et On a Des 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 Navigres Des 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 Genib Des 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 Après On a Des 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 Dore Bébé Dore Bien Sûr Dore C'est La Conjugaison Des Verbes Dormir Dore C'est La Conjugaison Des Verbes Dormir Et Dans Dore Il y a Sauf Fûl Dormir Il N вами Lohgab Dormir 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 اذا طبعا واضح بان هذا سلو بفعل درمير. اذا اقول جي درمي تيا درمي او نقول مثلا غني ادرمي او نقول بابي ادرمي. اذا نتكلم عن الراضي اذا نقول بابي درمي ادرمي ادرمي ينم الان بسكه لورب درمي ايه كونجي قوه او پرسن. اذا كونجي درمي او پرسن او پرسن كونجي درمي جو دور تدور يل دور نعود نقدرمون نقا نودرمون او دورمي ايه كونجي دورم إين و procedبات ينم ايه؟ او نعندنا بابي دور بين سمع SAY On نعون ناري الأنبري ام سوراق كونجي قوه ادرميc كونج Legion decides اذا اذا فير ظرمير يتا دمان ار أبخي ونديمو أفك إيل بابا إلا بابا إلا إذا نقول الأب أنه الآن هنا أما إذا قلنا بابا إتلا يعني أن الأب أنه كان هنا أو نقول مثلا بابا أتلا طبعا في الباسي كومبوذي نصرف أتخ في الباسي كومبوذي فنقول أتخ إذا نقول إذا نقول مثلا بابا إذا بابا أ إطي أ إطي لا أنه كان هنا طبعا كانوا حد زمن آخر إن شاء الله سنرى فيما بعد لهو لم أخفي ممكن نقول مثلا بابا إطي 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 لا أنه كان هنا طبعا هذا صرف آخر دي الماضي ولكن هذا ماضي مستمر في الزمن يعني أنه كانت يتردد في الزمن فعل أتخ في الحاضر إذا نقول مثلا جسوي دعمل بابا 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 مثلا 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 بابا 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 إذا نتكلم عن ريشة سواء ريشة الطائر أو نتكلم عن الرشة التي كنا نكتب بها أو نتكلم عن ريشة أداة الكتابة كالقلم بابا 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 طبعا هذا بابا في حالة أخرى ممكن تقرأ بابا بابا ولكن إذا كنا نعني بها زائد أو زيادة مثلا هنا لو نتكناها بابا 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 المقصود بها المزيد من الكورات لكن هنا طبعا المقصود بها بلي دوبال بلي دوبال نتكلم عن بلي هذه طبعا تستعمل تستعمل في النفي تنفيه بها واحد الحاجة كانت موجودة مبقاتش مثلا إذا أخذنا هذا المثيل اللي عندنا هذا رأى اختصار لواحد جملة أخرى هذا اختصار لعبارة أخرى لي إل إل إلنية بلي إلنية بلي د دوبال إلنية بلي دوبال لم يعود هناك لم يعود هناك كورة كورة لم تعود هناك كورة المقصود بإلنية بلي دوبال لم تعود هناك كورة المقصود بأنها كانت ولم تعود المقصود بأن الكورات كانوا ولم تعود هناك كورة إذا هذا هو المقصود بها تبلي على عكس با هذه تتعني بأن الأمر غير موجود هذه تتعني بأن هذا الشيء غير موجود منذ وقت إذا قلنا مثلا إلنياب دوبال المقصود هناك مقصود إذا مقصود أنها غير موجودة ربما منذ وقت طويل أما إذا قلنا إلنياب دوبال لإلنياب كورة كانت موجودة ولم تعود مقصود أن انتهت يدن كما قلنا الان «ليدو بال» هذا يعني تسار لعبارات «لن يدو بال» بعد ان نتعلم هذه الفرازة la première phrase كما نرى «لقرر وقت ازالة فيل» «لقرر وقت ازالة فيل» «لقرر» سورة نمج انه ازالة فيل «اللقرر وقت ازالة فيل» لن يحول لحيات المتحدثين مثل في البريطة حُّاً للحركة حُّاً للحركة حُّاً للحركة عندما يحول لحيات المتحدثين جاهز قرار من المتحدثين بمعط عليه هناك هناك يحول الوظف читه ي해서 يحول الوظف الوظف أخرج قل الأساسي au présent qu'est-ce qu'on dit on dit je vais tu vas il va nous allons vous allez ils vont ils vont alors là on conjugue le verbe aller au présent avec la troisième personne du singulier et de nous s'arrer في ال داب في الحادر مع الدامير تاليت من المفرد طبعا الدامير تاليت من المفرد هو il لأن عندنا الدامير الول دي المفرد أولا عندنا singulier يعني المفرد عندنا الدامير الول هو je الدامير الثاني هو tu الدامير التاليت هو il أو el أو un هذا كل مداخل في الدامير التالت هذا di l المفرد qui mèche pluriel إذن نتكلم عن الجماعة pluriel إذن عدنا نق نحن ثم عدنا vuk أنتم إذن نحن نتكلم عن جماعة نحن نتكلم عن جماعة vuk أنتم بدل أقول أنت سأقول أنتم أو أنتنا نفس الشيء أو نقول دامير التاليت عندنا il avec S أو elle avec S إذن هم أو هن إذن la première personne du singulier c'est je la deuxième personne du singulier c'est tu et la troisième personne du singulier on a il elle et on après on a la première personne du pluriel c'est nous la deuxième personne du pluriel c'est vous et enfin on a la troisième personne du pluriel soit il ou elle on a il ou bien elle avec S on a three entre les c'est ça ça c'est ça 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 c'est ça c'est فهو تيجي في الصرف بحل مع إل أو مع آل ولكن من تنسى عمل أن تتبدل المعنى غير كتابة الفعل تتبقى بحالها بحال إلجا مع آل أو مع إل إذن مثلا هنا هذه كلمة مذكرة بحالة تتكلموا على إل إذن ممكن نقول البنت تذهب إلى المدينة إذن نتكلم عن مؤنت كما تنشوفوا بأن بقى نفسها أو نقول مثلا سنستعمل هذا أو نقول يعني أن الناس تذهب إلى المدينة إذن الصرف يبقى نفسه أفرنا إل va vite هو يذهب سريعن ألو أنا لو كار va إلى فيل أن نتكلم عن الحافلة تذهب سريعن الحافلة تذهب إلى المدينة هي تذهب سريعا طبعا هنا نتكلم عن لكاه كلمة مذكرة إذن طبعا نستعمل هنا إل ما غادين ش نستعمل أل كما في اللغة العربية نتكلم عن الحافلة كلمة مؤنة هنا نتحدث عن إل نتكلم عن كلمة لكاه كلمة مذكرة إذن سنعوض هد لكاه بهد إل إلا ما بغيناش نعوضها مرة أخرى إلغى فيت كمان نقول هو يذهب سريعا أبحونا بابي أمالاد بابي أمالاد إذن نتكلم عن الراضيع أنه مريض هو مريض الآن هو مريض بابي أمالاد إذن طبعا لدينا لذيغ بأتخ مالاد هدي غير وصف تنوصفه بأنه مالاد لا مالادي هو المراد مالاد هدي سلا جيكتيف يعني هو الوصف الاجيكتيف حمقصود به الوصف بابي أمالاد إلنو دوغ با إلنو دوغ با في السيئونة بابي دوغ بابي دوغ إذن إلنو دوغ با هو لم ينام إلنو دوغ با هو لا ينام المقصود أنه لم ينام طبعا لعليش لأن لبخيزو في اللغة الفرنسية تنستعمل أحيانا للدلالة على الماضي تجاوزا بعد أن مرات نستعمله للدلالة على الماضي كمثلا هنا لو كافا ألا فيل هذا لعلي بخيزو دوغ با لي استعملنا هنا لنقول بأن العافلة ذهبت إلى المدينة إذن كما قلنا هنا إلنو دوغ با هو لا ينام المقصود أنه لم ينام مين دون أن دو مينو أبابي مين دون ان دو مينو أبابي استعملنا مين دون دون يا من دون لو جزيضا كلا تنستعم الان دون يهلك سورة drops لي لو جزيضا لو جزيضا أو çıkart هذا هوurm إذن الآن توفق معاً أو المصرف في الح Provost إذن التتحدث عنism أو الخذاة إذن ما إذا نقول بالطسônة السبب في المصرف يعني على mateix la conjugaison du verre donner au présent on dit je donne voilà on le conjugue avec la première personne on le conjugue avec je qu'est-ce qu'on dit on dit je donne après on a tu donne il donne on donne On aura la même conjugaison Soit avec il, elle ou un Après nous donnons Nous donnons Vous donnez Il donne Ou bien elle donne Alors voilà C'est la conjugaison du verbe donner Ici on a La conjugaison du verbe donner au présent Avec la troisième personne Du singulier Puisque ici On a seulement Mina qui donne Madame, elle n'a d'nana Mina wahida Et là, tu te calmes عن Al-mufrad Al-ghaib Mina donne Un domino A bébé Mina donne Qu'est-ce que Mina donne Mina donne Un domino A bébé Et là, Mina Elle t'a d'un domino L'oubette Al-domino A bébé A bébé Ila radeh Après Al-école Rone A lui Al-école C'est-à-dire Continue Al-école Al-école Fél' Fél' M'adrassar René a lu Qui était à l'école ? Bien sûr, c'est René A l'école Fél' M'adrassar Et là, il y a une ménière C'est René Bien sûr, c'est René En lisant Le reste de la phrase On comprendra Que c'est René Qui était A l'école On comprendra Que c'est René Qui a été A l'école Et dans Tabran Bi Itmeme Il y a une ménière Il y a une ménière Il y a une ménière Et là, il y a une ménière Et là, il y a une ménière A l'école Et là, il y a une ménière A l'école Rone Qu'est-ce que René A fait ? Rone A lui Rone A lui Et là, il y a une ménière Ici, on a la conjugaison Du verbe Lire Au passé Composé Comme nous le voyons ici On a l'auxiliaire Avoir Suivi Du passé Du verbe Lire On a l'auxiliaire Avoir Suivi Du passé Du verbe Lire Lui Lui C'est le passé Du verbe Lire Rone A lui Rone A lui Et dans Rone A nous La conjugaison Du verbe Lire Au passé Composé Qu'est-ce qu'on dit ? On dit J'ai lu Tu as lu Il a lu Nous avons lu Vous avez lu Ils ont lu Par contre Si nous faisons la conjugaison du verbe Lire Au présent Qu'est-ce qu'on dit ? On dit Je lis Je lis Tu lis Il lit Nous lisons Vous lisez Ils lis Ils lis Je lis Je lis Tu lis Il lit Nous lisons Vous lisez Ils lisent Ils lisent A l'école Rone A lui Qu'est-ce qu'il a lu ? Alors A l'école Qu'est-ce que Rone A lui ? A l'école Rone A lui ? Le camarade Voilà ce que Rone A lui A l'école A l'école Rone A lui Le camarade C'est-ce qu'il a lu C'est-ce qu'il a lu C'est-ce qu'il a lu Le camarade Après on a Il copie A la plume Il copie Il copie A la plume Il copie Bien sûr C'est le verbe Copier Copier C'est-ce qu'il a lu Ou Il copie A la plume Alors Il C'est-à-dire Rone C'est Rone Qui a copié A la plume Qu'est-ce qu'il a Copié A la plume Qu'est-ce qu'il a copié A la plume Il a copié A la plume Ce mot-là Deux kilos Deux kilos Il a copié Deux Deux kilos Voilà ce que Rone A copié A la plume Et dans ce Ce qui nous a dit Rone Il a copier A la plume Deux kilos Deux kilos Deux kilos C'est-ce qu'il a lu Du kilos على العكس هنا كاتبنا د انطلاقا من اثنان ثلاثة اربعة الى غير ذلك الى ما لا نهاية اذا نتكلم عن الجمع الجمع في اللغة الفرنسية يبدأ من اثنان اذا تكلمنا عن واحد كيلو ان كيلو لا نضيف اس لان الكلمة تكتب هذا الشكل تكتب بدون اس لكن عندما نتحدث عن الجمع والذي يبدأ من اثنان فما فوق هنا ندف اس إل كوبي على بليم دو كيلو أبريونا إلي ميدي إلي ميدي إناو من تساف نهار بلي ديكول نفس الشيء كما رأينا قبلن بلي دو بال هنا عيدنا بلي ديكول بلي ديكول إذن لم يعد هنا كمدرسة لم تعود هنا كمدرسة كمدرسة يث كف对؟ م ت gewesen؟ أفقير عن اليومها؟ أفقير عن اليوم يمكنًا عميوار يعني م اللي expects أفقير عن اليومت على السبب أفقا Streه ما أنتALL parlé عارب شافتي أفقاの views وهناه إليه في السؤال القناة أنا مع الكوّف يم وشفىova شفى подт وقصن فيها إذا نعني ستعمل ال�يساقل الثاوبي الضبريديا ثلاثة لدينا الطعام المشاهدة كم أشراك رأسك what is that لقد هله لقد هدفة كل طرحها المشاهدة كل طرحها المشاهدة أمتتتون قم أتل أيضا . هذه نشر ف��운 الزم przeبو ec"; و الأخ noon و الأخوة و الأخ caused pest يوجد في المواقع التي تبلغتنا التفقد به تعيش تلك؟ تعيش تريد يعني إذا الصورة الأخيرة تمثل فستانا إذا نستأنف مع الفقرات القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله اشتركوا في القناة